أعلنت وزارة الصحة والسكان تطعيم أكثر من مليون مواطن بالجرعات الثلاثة الأولى والثانية والتنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ويأتي ذلك ضمن حملة طرق الأبواب التي انطلقت يوم السبع من مارس الجاري في ست محافظات أشارت الوزارة إلى انتشار 1400 فرد من الفرق الطبية دقرة ونجوع المحافظات المستهدفة للوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمات من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل اللقاح